رضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هناك من المصلين من لا يكمل الصفوف بل يبدأون صفا جديدا من أجل إدراك الركعة فهل يجوز لهم ذلك؟ لا لا يبدأون صفا إلا بعد نهاية الصف الذي قبله ولو فاتتهم الركعة ما خالف ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة